اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نطاق حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لبناء شخصية الطالب وكأب يتابع مستقبل أنجاله وجيل الطلبة في كافة المراحل التعليمية اكد سموه أنه كأب لأنجاله وللطلبة والطالبات سعيد جدا بإلغاء الواجبات المنزلية في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة مشيرا سموه إلى أن توجه المدارس الحكومية والخاصة بجعل الواجبات المدرسية جزءا لا يتجزأ من الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية والاستعادة عن الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية اليومية يمنح الطالب فرصة إضافية للقيام بنشاطات مختلفة في مختلف الجوانب والعمل على تنمية مواهبه بشتى صنوفها وصقلها بصورة متميزة تكون بمثابة فاتحة خير له في العمل المستقبلي مشيرا سموه إلى أن إلغاء الواجبات المنزلية والتركيز على التطبيقات العملية يتوافق مع مخرجات قمة الشباب 2018 التي أقيمت برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وتطبيقا لمبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابه وقال سموه إن مملكة البحرين تحتفل بمئوية التعليم ومن ضمن هذا العام ومملكة البحرين دائما سباقة في الإبداع والتقدم للأمام في مختلف المجالات واستثمار طاقات شبابها في خدمة المجتمع البحريني لإيصالهم لأفضل المواقع بعد أن تم اليوم التوقيع مع ست مدارس خاصة للوصول إلى الأسلوب الحديث في التعليم وإلغاء الواجبات المدرسية بالاتفاق مع أولياء الأمور بمنح الطلبة المزيد من الفرص لممارسات هواياتهم والالتحاق بالبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من البرامج بهدف إيجاد الخامات لاكتشاف المواهب وبين سموه أنه منذ عام تم تطبيق إلغاء الواجبات المنزلية على المدارس الحكومية واليوم بدأنا نجني ثمار هذا التطبيق من خلال بروز العديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات بما فيها الرياضية حيث إن المرحلة المقبلة لابد من وجود دراسات علمية وبحوث وتطبيقات من أجل احتساب عدد الساعات المناسبة للدراسة والتي تعطي الطالب التركيز في الحصص الدراسية دون تشتت الانتباه وأشار سموه إلى أنه يفكر في أن يكون أبناؤه في إحدى المدارس التي تلغي الواجبات المنزلية على الطلبة ويمكنهم ممارسة هواياتهم لرفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل وأشدد سموه على أن التوجهات التعليمية في المملكة قائمة على مبادئ التطور في مختلف أركانها العلمية والتعليمية والابتعاد عن الأسلوب التقليدي في العملية التعليمية وهو ما يمثله التوجه نحو إلغاء الواجبات المنزلية التي تمثل عبءا واضحا على الطلبة وتحد من قدرتهم على ممارسة هواياتهم المفضلة في الجوانب الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها بالإضافة إلى ابتعادهم الواضح بسبب الواجبات المنزلية عن الابتكار والاكتشاف في مختلف المجالات عطفا على العبء الكبير على أولياء الأمور وبين سموه أنه لبناء حركة طلابية منتجة في المملكة فالاتجاه الأمثل لها هو التوجه الحقيقي نحو التطبيقات العملية وتنمية المواهب الرياضية والفكر المنتج والمكتشف والاتجاه نحو الذكاء والتركيز على المعلومات الهامة وتنمية المواهب الأمر الذي سيمثل نمطا تعليميا باهرا سيثمر عن إنشاء جيل من الطلبة منفتحين على الإنتاج والابتكار وتطبيق المخترحات القيمة بالإضافة إلى التركيز على تنمية المواهب والقدرات وأشاد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمدارس الخاصة التي دخلت ضمن مشروع إلغاء الواجبات المدرسية وقال سموه أدركت هذه المدارس أهمية الدخول في مبادرة إلغاء الواجبات المدرسية هو الأمر الذي يمثل التوجه السليم لتلك المدارس وتحملها للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في جعل الناشئة والشباب أكثر ابتكارا وممارستهم لهواياتهم الأمر الذي يعيد ببناء جيل جديد قائم على الإنتاجية والابتكار وبعيد عن الضغوطات ونوه سموه بالدور الكبير الذي قام به سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وكوادر وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة التي عملت على المشروع وحققت قدرا كبيرا من التكامل مع المدارس الخاصة للوصول إلى مبادرة إلغاء الواجبات المدرسية ووفقا للاتفاقية الموقعة بين الأطراف فهي تهدف إلى رعاية النشئ والشباب في مراحل التعليم المختلفة والتوصل إلى أفضل الممارسات في مجال التعليم والأبحاث التي أجريت عن سياسة الواجبات المنزلية والعمل على تزويد الطلاب بفرص لاستكشاف اهتماماتهم ومواهبهم الرياضية بعد اليوم الدراسي وتمكينهم من ممارسة اللعب خلال المراحل الدراسية الذي هو عنصر هام وضروري في مرحلة الطفولة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية بالإضافة إلى تنفيذ سياسة لا للواجبات المنزلية كجزء من ممارستها المدرسية ومنحهم تطبيقات عملية تساعد الطلبة على الابتكار والإنتاج وجعل الرياضة أسلوب حياة من ناحيته أكد سمو شيخ فيصل بن راشد الخليفة أن توقيع الاتفاقية مع المدارس الخاصة بتنفيذ مشروع إلغاء الواجبات المنزلية يتوافق مع رؤية سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ومخرجات قمة الشباب والبرنامج الوطني استجابة بالإضافة إلى سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرامية إلى تحقيق قدر كبير أمام الطلبة من أجل ممارسة الأنشطة الابتكارية والإنتاجية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بصورة يومية وجعلها أسلوب حياة يوميا والعمل على اكتشاف مواهبهم الرياضية والتي ستشكل الركيزة الأساسية للرياضة باعتبار الناشئة والشباب نواة الأندية والمنتخبات وقال سعادة وزير التربية والتعليم إن الاتفاقية تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتعزيز العلاقات بين القطاع الشبابي والرياضي والمؤسسات التعليمية خصوصا فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام الطلبة لمزاولة الأنشطة التي تمثل هواياتهم من خلال تنفيذ البرنامج الذي تم تطبيقه في وزارة التربية والتعليم وإلغاء الواجبات المنزلية وهذا الأمر له أهمية كبيرة حيث أثبتت الدراسات والنتائج أن الطلبة بات لديهم وقت كبير لمزاولة أنشطتهم الرياضية وغيرها والتخفيف على أولياء الأمور وعلى الصعيد التعليمي داخل المدرسة وتم إعادة الخطة الدراسية وأتيح وقت أكبر للطلبة من أجل ممارسة أنشطتهم المختلفة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم من جانبه أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمشروع إلغاء الواجبات المنزلية والاستعادة عنها بالتطبيقات العملية الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه الواضح بالوصول إلى مخرجات قمة الشباب ومبادئ البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة والذي يعد إلغاء الواجبات المنزلية واحدة من أهم مبادراته التي ستكون لها فوائد عديدة على القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة من جانبهم أعرب ممثلوا المدارس الموقعة على الاتفاقية عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتبني مبادرات وطنية صادقة تهدف إلى الارتقاء بالنشئ والشباب في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي اليوم في مملكة البحرين نحتفل بمئوية التعليم لكن التعليم طبعا هو مادة أساسية صار لها مئات السنين لأن القرآن وغيره واللغة العربية هذه يعني احنا ما نحتفل بمئويتها فقط ولكن في التعليم الحديث والمواد الأخرى اللي ادخلت لنا هذه اللي احنا اليوم نحتفل بها ولكن من ضمن هذا العام والله الحمد مملكة البحرين دائما سباقة في الإبداع ودائما سباقة في التقدم للأمام واستثمار طاقتها واستثمار وقتها في خدمة المجتمع وخدمة البحرينيين لإيصالهم إلى أفضل الأماكن التي تطمح لها قيادتنا الرشيدة اليوم والله الحمد تمكننا مع التوقيع مع ستة مدارس خاصة بأن احنا نوصل إلى الأسلوب الحديث في التدريس اللي هو طبعا نعفي الطلبة من الواجبات المنزلية مع الاتفاق مع الأهالي أن أهاليهم أو أبنائهم المقصود بهم هم بيكون عندهم وقت أطول من بعد الدراسة القصد أن احنا نخليهم يلتحقون ببرامج أخرى رياضية ثقافية اجتماعية وإلى آخرة المقصود من ذلك هو مو بس عفاءهم الواجبات ولكن عشان نوجد الخامات ونوجد المواهب اللي أساسا موجودة في عروق البحرينيين احنا دائما نردد أن البحريني من ذهب لكن لازم نعطيه الوقت لازم نعطيه الوقت لأن كل مخترع كل عبقري في العالم لو ترجعون إلى أساسه في المدرسة كان فاشل لأنه ما كان عنده وقت في المدرسة يفكر في الأمور اللي يعطونها يا في الدراسة أنه ما كان مخه في خارج المدرسة يبحث عن حلمه يبحث عن ابتكاره يبحث عن الشي اللي هو يحبه فأحنا اليوم وصلنا إلى هذا الشيء طبعا صارنا سنة كاملة من العام ونحن في المدارس الحكومية بجهود وزير التربية والتعليم الدكتور مايد النعيمي قمنا بهذا الدور أعفينا الطلبة من الواجبات ولقينا اليوم ثمارها ولله الحمد فأحنا نبغي نحف حتى المدارسة الخاصة بشكل العام أنهما يتبعون هذا الأسلوب الحديث إحنا بس ما نتكلم فقط عن عفاء الواجبات المرحلة القادمة إحنا نبغي نسوي بحث علمي بحيث أنه كم عدد الساعات اللي الطالب يكون فيها معاي مركز كم عدد الساعات الأنسب للدراسة عشان ما أفبد انتباهها معاي فأبقيه دائما يكون مشتبك معاي وآخذ ما اتخذ منه أتأكد أن المعلومات وصلتها بشكل كامل فاليوم الحقيقة عقوب توقيع مع هالست مدارس أنا يعني أحد أولياء الأمور وأحد الآباء الموجودين اللي أفكر أن أبنائي لازم يكونوا في مدرسة من هالنوع هذا المدرسة اللي تعطي أبنائي وقت أنهما يمرسون هواياتهم وانطلع مواهبهم عشان يرفعون على مملكة البحرين في المحافل القادمة بذن الله هذا اللقاء المبارك يأتي بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس العلال الشباب والرياضة والهدف منه هو تعزيز العلاقات بين قطاع الشباب وأيضا المؤسسات التعليمية خصوصا فيما يتعلق بتاحة الفرصة لأبنائنا الطالبة لموزاولة أنشطتهم وكذلك أيضا تنفيذ البرنامج الذي تم في وزارة التربية والتعليم من حيث القاء الواجبات المنزلية هذا الأمر لا أهمية كبيرة في الواقع في وزارة التربية والتعليم وجدنا نتائج مثمرة من بعد هذه التجربة حيث أثبتت الدراسات والنتائج التي حصل عليها الطلبة أن أصبح لديهم وقت كبير سواء لموزاولة أنشطتهم الرياضية أو التخفيف على أولياء الأمور الكرام وأيضا على الصعيد التعليمي داخل المدرسة لأن تم عادة الخطة الدراسية ويوتيح وقت أكبر لأبنائنا الطالبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر